تصريح مقتضب لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن يتعلق بالهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الولايات المتحدة وتوجهها للرد عليها بالمثل حدث بولتن جاء بعد ساعات من توقيع رئيس دونالد ترامب استراتيجية أمنية إلكترونية جديدة استراتيجية ستطلق يد الأجهزة الإلكترونية الأمريكية في الرد بل وشن هجمات دفاعية متى ما رأى ذلك ضروريا خطوة سيكون لها ما بعدها وفق كثير من المراقبين فترامب ألقى بثقله في جبهة مشتعلة ذلك أن الإنترنت تحولت إلى ساحة حرب وباتت قرصانة الحسابات الرسمية والحساسة أمرا شائعا لقد حلت الحروب الإلكترونية ما حل الحروب التقليدية أو كادت فخسائر عمليات القرصانة تفوق خسائر الحروب التقليدية أحيانا حسب بولتن فإن واشنطن ستوفر هياكل للرادع ستقلص السلوك الخبيث على الإنترنت حسب قوله محذرا الدول التي تمارس مثل هذا النوع من الأنشطة على الشبكة العنكبوتية من رد مزدوج هجومي ودفاعي فرضت القرصانة الإلكترونية والأنشطة الموجهة على شبكة الإنترنت نفسها على الساحة الأمريكية عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية وما يشاء عن تدخل روسي إلكتروني في سيرها عدا عن تدخل شركات للتأثير في خيارات الناخبين من خلال رسائل ومضامين بعينها على الإنترنت تصريحات تستبق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والمخاوف من إمكانية حدوث اختراقات إلكترونية تستهدفها وتزامنها مع قرصانة حسابات بريد إلكتروني تعود لوزارة الخارجية والبريد الإلكتروني لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ يؤكد بولتن أن أيدي الإدارة الأمريكية لم تعد مقيدة كما كان الحال في عهد أوباما أي أن واشنطن ستمضي قدما في الحرب الإلكترونية بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات ومتغيرات على الساحة الدولية فما كان يدور في الخفاء سيخرج إلى العلن